موسيقى حياكم الله مشاهدينا ومن الحصاد الأسبوعي إلى التشويق والمغامرة الشاب أحمد البدواوي الشاب الإماراتي مغامر من نوع آخر عشق السفر والتغرب عن الأوطان بحثا عن المغامرة والتجربة الفريدة التي لا تخلو طبعا من المخاطرة ولكنه بالتأكيد سيجني من هذا التغرب فوائد السفر الخمس مشاهدينا الكرام نرحب بظيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد البدواوي أهلا وسهلا مرحبتين مسي عليكم بالخير ومسي بالخير على مشاهدينا هذا البرنامج مرحباك الله بالنور والسرور حياك الله ويانا حياكم الله هذه المغامرات دعنا أسألك في البداية عن بدايتها في العادة يعني السفر بالنسبة للناس يعني للاستجمام والمتعة بعد اكتشاف خلنا نقول البلدان الأخرى لكن بالنسبة لأحمد البدواوي يمكن شوية السفر مختلف نوعا ما حدثنا عن علاقتك مع السفر وين وكيف كانت بدايتك جميل طبعا الناس كلا تحب السفر أو في المجمل خلنا نقول ناس كلا تهوى السفر على الاختلاف أسبابها لكن يمكن السبب الرئيسي الذي يدفع الناس للسفر مسألة التي هو الاستجمام مثل ما ذكرتي ومن ترويح النفس وما إلى ذلك سبحان الله ارتباطي بالسفر قديم جدا أنا يعني لو أرجع بالذاكرة في ذاكرة الشخصية قدم ما أذكر في حياتي كانت أذكر كانت مدينة القاهرة يمكن كانت اتباطي بها بحكم ثناء طفولتي ذهبت مع الوالد في فترة دراسته في القاهرة وسبحان الله وعين على الدنيا والوالد كان منه السفر والتنقل والترحال فيمكن هذا اللي غرص فينا حب السفر في المجمل لكن سبحان الله في السنوات الماضية وجدت في نفسي هواية السفر لغرض المغامرة والمغامرة الغير معتادة الناس تعودت تروح لدولة ما يكون فيها تطور يكون فيها نوع من الحضارة يكون فيها بنية تحتية متطورة تروح تستجم لكن سبحان الله على المستوى الشخصي دائما أفضل أن الروح للدول الناس ما اعتدت أن تروح لها من المارس مختلف الرياضات في هذه السفر ونخوض خضام المغامرة في مثل هذه الدول دعنا نقول المعاناة شوي نوع من أنواع المغامرة تعتبر والله ما أسميها معاناة الناس كثير تسألني تقول لك أين أجمل الدولة شبتها في العالم أنا أقول سبحان الله كل مكان له خصوصية ولها امتياز معين أنت تروح في مكان معين عساس أنك تستجم تروح في مكان معين عساس أنه تمارس رياضة مثلا الهايكينج أو التمشي تروح في مكان آخر تروح عساس أنه تمارس رياضة مثلا الغوص فكل مكان سبحان الله لها حيثياته ولها طابع خاص يعتمد على الإنسان وإمكانيته على تأقلم على هذه العوالم المختلفة وأن يجد حقيقة في نفسه الاستمتاع بكل دولة على ظروفها على مناخها على الشيء الذي يتوفر لها أثناء فترة السفر نعم يعني عملية اختيار الوجهة يعني أنت لما تقرر أن هذه البلاد أنا بروح لها يعني هي الوجهة التي سأقصدها هناك معايير معينة هل تمت دراستها هذه الوجهة بشكل مسبق كيف خبرنا عن الاستعدادات للانطلاق شوفي في المجمل دائما أنا أتطلع إلى زيارة دولي ديدة في كل سنة صراحة في حياتي يعني كثير من الناس يحب يروح مكان واحد وخلاص مجرد أن يألف هذا المكان يكرر زيارته لهذا المكان أنا في طبيعتي لا أحب كل سنة يعني أزور دوري ديدة ومكاني ديد مرة أحطت مستهدف صراحة لنفسي وأني حاول أن أزور عشر دولي ديدة في العالم في السنة قد يكون مستهدف قليلاً خلال سنة وحدة خلال سنة وحدة كيف تنظم هذه الخطة كيف تخليها تداخل مع ارتباطاتك أكيد الأخرى ومشاغلك الثاني يعني عشر سفرات مغامرة مش سفرة بسيطة يعني أشوفها وايد يعني فكيف تدبر أمورك والله هي مش بسيطة أنا حاولت أحقق هذا المستهدف لكن سنوات الماضي قدرت في سنة وصل ثمان دول سبع دول ست دول ما قدرت الآن أوصل العشر لكن الأمر هو أنك أنت في بداية الأمر عساس أنك تختار الوجهة يجب أنك تعرف شو ظروفه السفرة هذه هل هي سفرة عائلية تسافر مع هلك مع عيالك أم أنها سفرة مع شباب بغرض المغامرة مثل ما نشوفها الآن على الشاشة هذه من إحدى السفراتنا إلى قمة جبل كلامنجارو وصلناها قبل تقريبا حوالي في أواخر 2017 في شهر عشرة أنا مجموعة من الشباب الله وفقنا خلال من بعد مسير ستة أيام ماشي فليبل قدرنا نوصل إلى أعلى قمة في أفريقيا والتي هي رابع على قمة على مستوى قمام القارات السبع في العالم ماشاء الله فسبحان الله هي يعتمد على منوش شخص اللي بتسافر ريا إذا مجموعة شباب يتم تداول الأمر ونختار المغامرة والبلد اللي رح نتوجه لها إذا طبعا مع الأسرة هذا كان سؤالي يعني الصحبة مهمة في مثل هذه الرحلات خصوصا أن فيها نوع من أنواع المخاطرة فكيف تتم عملية اختيار أصحاب السفر والله عندي أصدقاء ومعينين دائما ألف مسألة سفر معهم ولو كل واحد منهم له طابع معين ولو خلال نقول الميزة معينة فتلقى مجموعة دائما نسافر وياهم سفرات مغامرات مجموعة لا نسافر سفرات يمكن من طابعها هادي أكثر أحيانا والله خوض يعني خلال نقول غمار تجربة السفر مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية سولو يعني أنك تسافر لوحدك ممكن تسافر لك يومين ثلاثة أيام أربع أيام إذا المكان أو الوجهة هذه وجهة خفيفة والإنسان دائما يعني لم يحصل لك رفقة يسافرون معاك فأحيانا أضطر حقيقة جربت يعني هذا الموضوع أنك تسافر بروحك بدون أي رفقة وياك والله جربت لكن قمت في الفترة الماضية شو أقرنها إذا كان عندي مثلا سفر لعمل معين في مكان ما مع مجموعة مثلا من زملاء العمل وغيرها أني أجدم أروح لدولتين جريبة من الدولة اللي بروح لها مثلا إن كان رايحين لعمل أو لتدريب أو أين يكون الغرض السفر فأقضي لي ثلاثة أربع أيام قبل ما ألتحق بربعي في وحدة من هذه الوجهات صحيح يمكن الناس في العادة يعني لما يروحون يسافرون دائما يشوفون وين آخر مكان ساروا وارتاحوا فيه يردون يكررون هذه التجربة ما أتوقع أنك أنت من هذا النوع والله شوفي مسألة تكرار المكان نفسه في بعض الدول سبحان الله تعودنا أن نروح لها خاصة إذا تسافر مع الأسرة فأنت محتاج مكان يكونون هم مرتاحين فيه وحيانا سبحان الله العيال والأهل اللي يرتاحون في مكان معين وما أودهم يغيرون عنه فهذا تضطر أنك أحيانا تسافر لمكان مرة ومرة نفسه لا نحن نتكلم عن جانب المغامرة لكن جانب المغامرة لا كلما تسنحني الفرصة بالعكس أدور مكان يديد ونبحث عن مغامرة يديدة لا نبحث عن شيء مكرر هل كانت لك تجربة في فترة من فترات حياتك مثل ما ذكرت أن فتحت عينك على الدنيا برع البلاد فهل كانت لك تجربة فترة نوعا ما طويلة قضيتها برع البلاد والله يمكن من أجمل التجارب المريت فيها في حياتي قضيت تقريبا ما يقارب من السنة اشتغلت فيها وعملت فيها بخلال أحد الشركات الوطنية هنا في دولة الإمارات اضطريت أني أسافر للعمل في الخارج وقضيت تقريبا ما يقارب من السنة في دولة نيجيريا ناس تستغرب كيف قدرت تستحمل السنة هذه في دولة قد يعتقد المعظم بأن ظروف الحياة فيها صعبة وأن الدولة صعبة أن الواحد يزورها لكن سبحان الله يمكن هذه السنة التي قضيتها في بلاد مثل نيجيريا جعلت فيني زادت فيني من مسألة الإمكانية وقدرة التأقلم على البلدان بظروفها مختلفة وجدت فرصة لاستمتاع بالتجربة وجدت فرصة أن يتعرف على الكثير من الناس في هذه الدولة وكوّن صداقات وبالعكس أتمنى أن يرجع وزورهم في يوم ما ويمكن هذا الذي يفتح في ذهني مسألة أن سبحان الله كل البلد لها خصوصية يحتاج فقط للإنسان أن يعرف كيف يقدر يتأقلم مع هذه البلد ومع ظروفها ومن ثم يجد في نفسه أنه قادر أن يستمتع بهذه السفرة أحس مثل هذه الدول يمكن صعبة تختلف اختلاف كبير عن نمط الحياة التي نحن متعودين عليه فماشاء الله عليك سنة كاملة بحد ذاتها أشوفها مغامرة ذكرت أن هناك تختلف مقارب السفر وتتنوع المقاصد من السفر فكيف تتميز السفر لقصد المغامرة عن غيره من السفرات العادية في العادة أسفار المغامرة يكون لها وقت محيّن تختار لك المجموعة المناسبة لأنه سبحان الله رفقة السفر يمكن أهم شيء قبل كل شيء مثلما قالوا الصديق قبل الطريق مثلما يقولون صحي فتختار المغامرة على حسب إمكانيات حتى ربعك لوياك يمكن حد من الناس ما عنده خلنا نقول هذا المستوى من اللياقة التي تساعدها مثلا نروح لرياضة متعبة خذنا تجربة مع مجموعة من الشباب مثلما ذكرنا ووصلنا إلى قمة جبل كلمانجارو سابقا يمكن خط تجربة أن يوصل إلى الهملايا ومشينا على المسير أربع أيام في هذه الجبال فلما تروحنا تشوف مجموعة من الأشخاص مثلا يكونون وياك مقادرين أنهم يواكبون خلنا نقول هذه المغامرة فتخلق هذا الأمر تحدي للشخص اللي رايح للمغامرة والشخص اللي مرافق معه هل مرت عليكم بعض التحديات من هذا النوع الذي ذكرته؟ والله لا يخلل الأمر يعني نذكر لما رحنا مع مجموعة كبيرة موسعة من شباب دول الخليج لتسلق الجبال في الهملايا كانت مجموعة من الشباب وصراحة يعانون من مسألة اللي هو الضعف اللياقة عندهم واضطرينا أن نتأخر في مسيرنا وأحيانا كان يحبط علينا الليل ونحن في مكان مقطعه في روسيبال ما في شوارع ما في سيئر ما في شيء فيخلق نوع من التحدي في مثل هذه المواقف مثل ما نشوف على شاشة هذه صورة خبرنا عن قصتها هذه كانت من رحلتنا في شهر عشر 2017 طبعا لما أعلن في نهاية هذا عام 2018 بأنه يكون عام زايد ارتقينا وأربعة أو ثلاثة من الشباب الأصدقاء احنا كنا أربع أشخاص أننا نذهب إلى قمة جبل كلمنجار وأننا نرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة ونرفع صورة المؤسس على هذه القمة الله كرمنا سبحان الله الترتيبات كانت سريعة ما كنا ويد متهيئين المغامرة بتفاصيلها كانت سبحان الله مفعمة بالتفاصيل ومفعمة بالأحداث المشوقة والتحديات الكبيرة مشينا أخذنانا مسير تقريبا خمس أيام ونصف مشي باتجاه القمة في مكان مقطع مثل ما قلت لا يوجد سياير ولا يوجد حتى أبسط مظاهر الحضارة مثل هذا ما نرى الآن على الشاشة هذا كانت على قمة الجبل على ستيلا بوينت قبل أن نصل إلى قمة الحرية في تنزانيا والتي هي أعلى قمة في أفريقيا ترتفع تقريبا 5895 متر عن سطح البحر طبعا لما ترتفع في أثناء المسير يبدأ تقل نسب الأكسجين يبرد الجو وتقل درجات الحرارة هذا أيضا تعرض الإنسان للنوع من المخاطرة حتى تستسرح ببعض الأحيان إلى خطر الوفاة والموت إذا الإنسان لم يستعد وإذا لم يكن مهيئ لكن سبحان الله لما وصلنا للقمة اكتشفنا شيء عجيب اكتشفنا أن الإنسان يملك طاقة كامنة موجودة في داخله ما تطلع إلا لما ينحط على محك فكنا على محك أثناء الرحلة لكن سبحان الله صرارنا وعزيمتنا أن نرفع هذا العلم الغالي على هذه القمة هو الذي دفعنا أن نوصل للقمة هل هناك لحظات معين أستاذ أحمد دعنا نقول أثرت فيك أو أنه ما تنساها لحظات مثل ما ذكرت على المحك والله أنا أذكر في آخر ليلة لنا في أثناء صعودنا إلى قمة جبل كلمانجارو بدأ الجو يبرد وصل درجة الحرارة يمكن ما يقارب من مائنس 15 إلى مائنس 20 كان الجو جدا كان طبعا ظلام في الليل كنا طالعين اللي هو الطلوع الأخير وما رقدنانا لساعتين قبل الطلوع فوصلنا للمرحلة من الإجهاد أنه خلاص يعني انتهينا فالمرشد الذي كان معنا أو القايت الذي ويانا كان يقولنا أنه يا جمعة الخير ترى من الخطر أنك أنت تحاول أنك تقعد وتريح لأنه ممكن درجة حرارة جسمك تنخفض وممكن هذا الانخفاض يؤدي إلى الطرابات الصحية وممكن أحيانا يؤدي إلى الوفاة فوصلنا للمرحلة أنا كنت بيني وبين نفسي متقبل حتى أني أصل إلى هذه المرحلة أني أنا مستخلص يعني وصلت للمرحلة من أنهاءك يعني والأنهيار من خلاص أنا مستعد أتقبل أي شيء يمكن يصير لي لكن سبحان الله التفكير يمكن في الأسرة وفي العيال وغيرها تشجع الواحد أنه لا يجب أني أنا واصل ويجب أني أصل هل تعتبر هذه متعة يعني والله يشوفي إذا كانت المغامرة والخطر هذا محسوب ما في باس فيه في الأمر لكن إذا كان الخطر غير محسوب فهذا الأمر غير حميد لأن رب العالم يقول ولا تلقوا بأنفسكم اللي اتهلوك مثل هذه المغامرات إذا الإنسان يجد في نفسه ما عندها استطاعة وعندها ظروف صحية معينة أو ما عندها خلال نقول إمكانيات أنه توصل أو تخذ غمار مغامر معينة الأفضل للإنسان يكون هنا حازم في قراره ويكون واعي في قراره وما يخوض لتجربة اللي ممكن تأثر عليها بالسلم لكن إذا كان الأمر محسوب وإذا كان الإنسان عندها استطاعة فليش لا ومع احتياطات الأمن والسلام ما في مجال للشك دائما الواحد يأخذ احتياطة لكل أمر ويدرس الأمر قبل ما يقبل عليه بحيث أن يتأكد نهم استعد استعدات كامل لمثل هذه الرحلات كلمة أخيرة أستاذ أحمد بما أن وقتنا تقريبا ننتهى السفر بلا وجهة لك تجربة معه في عجالة لك كان لي تجربة جميلة جدا أنا وأخي وصديقي العزيز الشاعر والكاتب الإماراتي والإعلامي طلال سالم في يوم الأيام ارتقينا أن نشلب عمارنا ونسير المطار وبدو ما نحدد الوجه نقص تذكرتنا ونتوجه ويمكن كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد العاملين في وزارة الخارجية اليوم بحكم أن جوازنا الأول في العالم يمكنك أنك أنت اليوم تقوم برحلة مثل هذه رحنا لمكتب الطيران في المطار وطلبنا منه يقصرنا التذكرة إلى أي وجهة ووجدنا أنفسنا من غير سابق تخطيط في سي أول في كوريا الجنوبية وقضينا يمكن مدة السبوع كامل نطلع من المكان وروح المكان ونحنا ما عندنا أي تخطيط لرحلتنا فسميناها ما شاء الله عليكم يعطيك العافية أستاذ أحمد البدواوي على هذه المشاركة الجبيلة بمغامراتكم ما شاء الله عليكم وآخر وحدة صراحة غريبة السفر بلا وجهة يعطيك العافية وشرفتنا شكرا جزيلا